بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن السلسلة او القلادة في المنهب. هنعرف معناها بشكل عام. آآ كمان هنعرف معنا رؤيتها او معنى شراءها. كمان هنعرف لو شفنا ان هي ضوعت او السرقت. كمان هنعرف معناها لو قصرت. آآ كمان هنعرف معناها بشكل عام للعزباء للمتزوجة للرجل. وكمان للحامل. اولا رؤية السلسلة في في المنام من الرموز اولا اللي بتدل على آآ خصوصا لو كانت مصنوعة من آآ معدن آآ غالي. فاولا بتدل على الحظ السعيد. آآ كمان بتدل على فرص من فرص الحياة. سواء آآ فرصة آآ زواجة. آآ كمان السلسلة المصنوعة من الفضة. آآ فده بشارة بخير كتير قادم آآ للرأي. اما السلسلة المصنوعة من الحديد او من النحاس او من المعادن اللي هي شوية آآ رخيصة. فده الحقيقة مش آآ مش بتبقى حلو قوي. اولا بتدل على شوية ممكن آآ مشاكل ممكن يقابلها الرأي في حياته خصوصا لو كانت اللي شافها اللي شافتها فتاة غير متزوجة. آآ ضياع السلسلة او ضياعها او سرقتها في في المرهم. اولا آآ بندل على فقدان آآ فرصة مهمة جدا في حياة الرأي. ممكن تكون الفرصة دي خاصة بالعمل. خاصة آآ بالزواج. آآ كمان لما تشوف السيدة ان هي آآ يعني السلسلة بتاعتها ضاعت او آآ سرقت. فشوية بتدل على خلافات آآ ممكن تحصل بينها وبين آآ زوجها. آآ شراء السلسلة في المنام من الرموز المحمودة جدا. اولا آآ بتدل على آآ آآ زرية لو كانت آآ امرأة آآ مدزوجة. لو شافت ان هي اشتريت سلسلة آآ دهب فدي بشارة بزكر والله واعلى واعلى. لو شافت ان هي اشتريت سلسلة من الفضة فدي شوية بترمز للبنيت. كمان آآ شراء السلسلة من الرموز كمان اللي بتدل على زواج لو كانت آآ فتا غير آآ مدزوجة. الرأي لما يشوف ان السلسلة مسلا آآ من الفضة تحولت لي آآ دهب آآ فدي بشارة بحمل لو كانت امرأة غير آآ امرأة متزوجة. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على عودة غايب. آآ كمان آآ عودة شخص كان آآ فيه بينه وبينه مسلا فراء. او شخص عزيز ضوال غياب. فدي من الرموز المبشرة بيه لما نشوف ان سلسلة آآ فضة تحولت لدهب. قصر الدهب بقى او قصر السلسلة. آآ من الرموز الغير مستحبة برضو. بتدل على خلافات. على آآ ممكن قطع علاقة. آآ ممكن شيء آآ مكروه بالنسبة يمكن يحصل بالنسبة للرأي. كمان لما يشوف الرأي آآ ان في آآ سلسلة آآ يعني آآ مقيدة لي او سلسلة خنقين. يعني مربوطة على عنق وجاند. لو كان رجل فمعنى كده ان في آآ امرأة سايقة السمعة موجودة آآ في حياته. آآ فعليه انه يحذر. آآ كمان لو شاف الرأي ان في حد بيحاول يربط سلسلة جامد على آآ آآ رأبته. فدي آآ آآ اسف بتكون متاعب وهمو ممكن يقابلها في حياته في الفترة المقبلة. السلسلة بالنسبة للرجل لو شاف السلسلة آآ آآ مدايقا اوي او خنقا اوي فدي اخبار اه من الاسف اخبار غير سعيدة هيسمحها. كمان نمكن تدل على متاعب على هموم ممكن تحصله. كمان لما شوف الرجل بقى ان هو قطع السلسلة دي فمعنى كده انه هيتخلص من المصاعب ومن الهموم وهيتجاوز محنة او ازمة فهيده. كمان لما تشوف المرأة المتزوجة لما تشوف السلسلة لما تشوف انها سلسلة جميلة وكمان مزيق يعني شكلها حلو في رقابتها فمعنى كده ان هي في زرية وهتكون زرية كتير السرية دي هتفرح بيها. كمان لما تشوف ان هي بترتدي سلسلة دهب فدي بشارة بحمل. كمان لو كانت متأخرة في الحمل وشافت ان السلسلة انها بترتدي سلسلة آآ دهب. آآ فدي بشارة ليها بحمل كمان. خصوصها لو شافت انها لابس سلسلة آآ دهب تحولت آآ لفضة او العكس. فدي برضو بشارة ليها بالحمل لو كانت متأخرة في الانجاب. آآ كمان لما تشوف ان آآ المرأة ان هي مقيدة آآ بالسلسلة آآ او ان في سلسلة يعني خنقاها او آآ بحيس ان هي زي آآ غلال كده فرقابتها آآ فدي للأسف مشاكل هتعاني منها وخاصة مشاكل هتكون مشاكل مادية آآ اكتر. المرأة الحامل لما تشوف ان هي بترتدي سلسلة آآ من الفضة فدي بشارة بانسة. لو شافت انها بترتدي سلسلة من الزعب فدي آآ آآ زقر. آآ كمان ده ده الزلسلة الطويلة فدي المرأة الحامل فدي بشارة بطول عمر. كمان سماء اخبار آآ سعيدة. كمان لو شافت آآ كمان تغيير آآ في حياتها وهيكون التغيير ده للأفضل. اما برضو لو شافت ان السلسلة مضيقاها او خنقاها آآ فدي مشاكل او قيود هتعاني منها في الفترة المقبلة في حياتها. السلسلة للفتاة العزباء. لو ما تشوف ان هي بترتدي آآ سلسلة في المنام. لو شافت ان هي بترتدي آآ سلسلة فضة. آآ فدي بشارة بقرب الخطوبة من شخص هي بتتمناه او آآ يعني في بينهم مواد ده. آآ كمان لو شافت ان هي بترتدي سلسلة آآ ده فده بشارة برضو ليها بالزواج آآ من رجل هيكون آآ يعني آآ هيحق لها السعادة كمان آآ في حياتها بشكل عيب. آآ كمان ما تشوف ان هي آآ يعني لابسة آآ سلسلة كمان نشوف ان في حد ادها سلسلة جهدية آآ فدي بشارة بخاطب. كمان بشارة بقدوم اخبار آآ سعيدة ليها. آآ لما تشوف كمان ان هي آآ لابسة سلسلة آآ آآ دهب. فبشارة عليها بتغيير آآ آآ احوالها وبتغيير حالها وحياتها للأفضل. اما لو شافت ان هي لابسة سلسلة اللي هي المصنوعة من آآ المعادن الغير آآ يعني المعادن اللي شوية رخيصة يعني ممكن تكون من الحديد او آآ من النحاس فدي شوية آآ متاعب او شوية هموم. كمان لما تشوف ان هي بترتدي آآ آآ سلسلة او اقلادة آآ مش لمعة او اللي هي بقون عليها مصدية. فدي برضو شوية آآ هموم ومشاكل واحزان ممكن آآ تقابلها. ده كده باختصار اهم من رموز المتعلقة بسلسلة الغب او سلسلة آآ كمان فسرناها آآ لو كانت فضة او لو كانت نحاس او لو كانت آآ معدن. آآ كمان فسرناها للمددوجة للعزباء للحامل للرجل كمان آآ للعزباء. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هردت عليكم. آآ بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. على السلام.